واحد من الموضوعات المهمة جداً الناس مستنية الكلام فيها ومستنية نتيجة للكلام اللي تقال بقاله فترة ضبط الأسعار مبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ترقص اجتباع لجنة ضبط الأسواء وأسعار السلع وأعلن في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن فيه تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلسل التجارية ممكن توصل ل27% وده العدد من السلع الاستراتيجية ونحط تحت السلع الاستراتيجية دي أكتر من خط السلع اللي احنا مهتمين بها ولا يخلو بيت أبداً منها ده موضوع مهم جداً يهم كل الناس يهم الشارع المصري الأسعار سؤال الأسعار إمتى الأسعار هتنزل ويحصل تخفيضات فيها مبارح كمان دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أعلن عن خطة واستراتيجية للحكومة المصرية في عملية الرقاب على الأسواق فكرة الرقابة وضبط الأسعار وتكلم عن حاجات كتيرة جداً تهم المواطن المصري النهاردة مشرفنا ومنورنا في الفقرة الأخيرة من استوديو صباح الخير يا مصر الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع نتكلم عن حديث رئيس مجلس الوزراء وحديث الأسعار بداية شايف الكلام الخاص فيما يتعلق بالتخفيضات اللي ممكن إن شاء الله واللي بدأ حتى يشهدها السوق شوية اليومين اللي فاته في بعض السلع تحديداً السلع الاستراتيجية هو طبعاً زي ما أنتوا قلتوا الموضوع ده يهم كل الناس ومحتاج نظرة عامة وتقييم شامل وجزئي كل فترة الحكومة أعلنت ده مبكراً للحقيقة والحقيقة أنه ده بدأ مع إشارة من الرئيس عبد الفتاح السيس منذ فترة قال يا جماعة إحنا دلوقتي ده اقتصاد سوق وما بنتدخلش ولكن المنع أن الحكومة تتدخل بأنها توفر دولار بحيث أنها تقدر تزبط الأسعار يبقى فيه توازن في الأسعار نقطة توازن دي نقطة في غاية الأهمية الحقيقة لأنه انعكسات الأزمة العالمية وكان فيه أسعار وكده لكن الناس كتعرفة وحاسة طول وقت أولاً السلع بتغلى بشكل غير منطقي بتغلى أكتر من مرة في أكتر مكان ما فيش مقياس يعني السلع هنا وعشرة هنا وخمستاشر تحت مزاعم مختلفة من هنا الحقيقة الرئيس عم أشارلي ده وقال إنه إذا احنا بنوفر دولار وبنوفر كذا وبندعم فإيه المنع أن احنا يبقى فيه آليات لضبط هذا السوق احنا عندنا اقتصاد سوق ده صحيح ما فيش تدخل لي التسعير الجابرية لأنه التسعير الجابرية ثابت ثابت إنها كانت في الاقتصادات الموجهة وكان لها آليات شاملة يعني فإحنا اقتصاد سوق ولكن زي ما احنا بنقول دايماً ما بنطلع برا نقول سعر السعر العادي ثابت في الفترة المعينة إنعكسات الأزمة العالمية آه فيه أسعار ترفعه كان عندنا فيه مبالغة في الموضوع الاجتماعي بتاع مبارح والحكومة من رأس الحكمة لانعكسات الأزمة لمؤشرات لي إنه هذه الأزمة بدأت تتفك وده جزء كان مهم من اللي قاله رئيس الوزر الحقيقة الاجتماعي بتاع مبارح كان فيه كل الآليات لأطراف المختلفة من الوزراء المعانين التموين والاستثمار والصناعة والتجارة وغيره والأجهزة حماية المنافسة ومنع الاحتكار وحكمية المستهلك وأنا دايماً بنقول إنه نجاح أي خطط في ده بيرتبط بحاجتين الآليات والأدوات الآليات بمعنى إنه يبقى عندي آلية أعرف السعر العادي إيه يعني أنا كمواطن فيه حاجة اسمها رادار الأسعار إنه كمان أبلغ وأعرفه كده الآليات بمعنى أنا سعر السعر ده عادل ولا مش عادل ما يبقاش فرق أربعين في المئة وثلاثين في المئة والنقطة الأشار اللي إيها وزير التموين ورئاسة الوزراء كمان اللي هو رغيف العيش إس فجأة كده برغم إنه معروف إن الأمح الدولة بتتدخل لزبط الأسعار وغيره وفي نفس الوقت بنلاقي إنه فيه فجأة كده رفعوا العيش من بس هو فيه مؤشرات إنه بدأ السعر الرغيف للخبز السياحي بدأ يقل يعني بدأ الناس يحسوا شوية تحديدا فيه السعر الخبز السياحي بدأ السعر يقل شوية لكن ده جغرافيا يعني بمعنى إنه فيه مناطق فعلا بدأت بعض المناطق يتم تطبيق نوع من الرقابة فيها وفعلا انخفط سعر رغيف العيش مبارح الكلام عن إنه الثمانين جرام بكام الثمانين جرام بكام الثمانية وستين جرام بكام أسعاره إيه آآ اللي انتقالات لفكرة إن أنا يبع عندي العيش الفينه زي ما أنت قلت إنه ده مرتبط بالمدارس وغيره العيش البلدي كمان الحكومة حددت السبع سلع يمكن انت أشارت إليها من شوية السبع سلع اللي استراتيجي يهوسكير والرز والمكرونة والفول ومنتجات الألبان وغيره دي برضو شاهد ليه إحنا بنتكلم ليه بقول آليات وإجراءات الآليات اللي هو أعرف السعر إزاي وحدد والإجراءات إن أنا أكون قادر على الوصول إلى أجهزة الرقابة بسرعة والإبلاغ والحصول على نتيجة ثم تطبيق القانون النقطة دي يا فندم لأنه دايما المشكلة دي كنا بنرجحها لجشعة التجار في زيادات مبالغ فيها زي ما حرك بتقول زيادات بتحصل بشكل غير منطقي وغير مبرر في اليوم الواحد لبعض السلع ضبط الأسعار ومواجهة جشعة التجار رئيس الوزران بارح تكلم بضرورة فكرة الإبلاغ عن أي مبالغات بتحصل من قبل التجار هل إحنا عندنا كمواطنين مصريين ثقافة الإبلاغ وزي ما أنت قلت الرادار الأسعار يبقى هو الرادار اللي يلقط أي تجاوز هو المواطن نفسه هل ده موجود فيه تطبيقات على الموبايل الرادار الأسعار ده تطبيق على الموبايل مفترض أن أنا أصور وأبعث أو أعرف السعر العادل وغيره لكن كمان الحقيقة النقطة اللي أنت أشرت إليها في غاية الأهمية ثقافة ده الثقافة دي بتتكون بالممارسة ودي شفناها في مجتمعات برة وجماعيات حماية المستحيل جماعات حتى ربط البيوت في بريطانيا دي لها تجارب مهمة جدا إنه كمان يقولوا ما تشتروش ده واشترو ده يعني ربط البيوت بتاع البريطانيا دي جماعة ضغط بتضغط طبعا فهتيجي ثقة المواطن هتيجي من تطبيق القانون بمعنى إنه المخالف عقوبة بالقانون حاسمة وردعة أول ما تكون العقوبة حاسمة وردعة بالنسبة للمخالفين كله هيرتدع وده ظهر يمكن في الفترة اللي فات زي ما أنت أشرت في فكرة ريف العيش آه أنا بلاحظ إنه في بعض الأماكن نزلت الأسعار لكن في أماكن أخرى ما نزلتش الأسعار أو يبيع بالليل سعر غير بالنهار ده بيحتاج آلية حاسمة يعني عقوبة حاسمة بإنه يغلق أو يتم من مخالفته مع فرض غرامات كبيرة ده بيحصل ده حصل قبل كده في تجارب كتيرة في تبوير الأرض الزراعية في الأسعار في إنه يبقى فيه مش عاوزين نوصل لفكرة إنه إحنا نقول إنه دي دي ظروف طريقة فياجب تطبيق قوانين طوارئ إحنا لغينا الطوارئ الرئيسة بفتحة سيسيلاغة فكرة حالة الطوارئ وقانون الطوارئ لكن الحقيقة إن ما يتعلق بأرزاق الناس بأكلهم بشربهم فيما يتعلق بصحتهم فيما يتعلق بده لازم تكون فيه إجراءات حاسمة ثقة المواطن وثقافة زي ما نقول الثقافة دايما ما نقول البيضة والفرقة عايز أتكلم عن هذا الموضوع هل الآن الأوان إنه يبقى عندنا ثقافة الإبلاغة عن المخالف من غير ما يبقى عندنا مشكلة إنه إحنا بنقطع عيشه حرام إحنا مش عايزين نتسبب في خراب للناس ما تدمعنش ظروف الناس إزاي فالناس بتقول مش معقولة حابقة أروح أقوم قايل ده فلان مغالي الأسعار هل المواطن يعرف إني تايب أحقه؟ الحقيقة دي نقطة مهمة آه أنا أبلغ عن المخالف وكمان ثقتي هتزيد لما حس إن المخالف ده تم إقابه وتم تطبيق القانون علىه كمان بقية المخالفين هيرتدعوا لما يشوفوا تاج المعين وعندنا حاجة مهمة تاج المعين حصلوا إحنا عندنا حاجة مهمة جدا السوشيال ميديا النهاردة موجودة فيها حاجات كتير إيجابية وفيها حاجات كتير سلبية فيها حاجات لت وعجن وحاجات إحنا نفسينا بنحس إنها ممل لكن الحقيقة ليه ما نطباش ده والحقيقة فيه ناس نشطة جدا على السوشيال ميديا بتعمل الجهد ده بقول أنا في الحتة الفلانية والسعر ده رخص أو الحتة الفلانية وفلان ده مرخص العيش هنا أغلى من سعره بالشكل الفلاني مفروض أنا والحكومة نعمل بقى اللي هو زي ما بنقول الثقافة ونساعد بعض بمعنى إنه الحكومة بي عندها تفاعل مع هذا الموقع بيقول الموقع بيقول المكان وبيقول العنوان وبيقول غيره أتحرك مباشرة هنا غير الضبطية فكرة الضبطية هنا مهمة جدا لكن سؤال برضو يتعلق بالشق التشريعي هل أنا عندي القوانين والتشريعات الصارمة الرادعة كمان لأنه حكمة أو فلسفة أي تشريع أو قانون أنه يرضع المخالف فالتاجر الجشع ده قانونيا دلوقتي لو وقعت عليه العقوبة هتبقى عقوبة رادعة هل أنا عندي الجانب التشريع أو البنية التشريعية اللي بتتيح لي ضبط الأسواق بشكل أنا محتاج والفترة المقبلة عشان أخفض الأسعار الحقيقة عندنا تشريعات يعني يمكن إحنا مش محتاجين تشريعات جديدة تشريع تنفيذ القانون يعني خلينا نقول بصراحة قضية المرور المرور النهاردة الرادارات موجودة وبتبعت رسائل للناس بتقول له أنت خلفت كذا وعليك مخالفة كذا وقت تدفعها في الفترة الفونية لو ما دفعتهاش بتتضعف ده موجود بره وبيتطبع بحسب وعلى فكرة محتاج هو كاميرات وأدوات وفيه أدوات التكنولوجيا بتاعدي لو أنا بطبقه النهاردة فيه ناس كتيرة بقى فيه أكتر من مكان في القاهرة الأماكن اللي هي السكنية اللي فيها السرعة 60 لا بقى فيه رادارات وبقى فيه رسائل تروح للناس وبقى بيمشي مؤدب يعني يعني خلينا نقول أنه القانون وتطبيقه حاسم وبيرضع الجميع وتطبيق القانون بمساواة يعني ما فيش فرق أنا مش شايفة العربية دي بتاعت مين أنا شايفة العربية دي مخالفة للسرعة أو ماشية ملتزمة بالسرعة فإحنا عندنا قوانين آه عندنا قوانين للتموين وعندنا قوانين للأسعار وعلى فكرة فيه تشريعات مؤخرا يعني فيه تشديد عقوبات شديدة جدا وبعدين جزء مهم مش بس فكرة الحبس فكرة الغرامات الكبيرة وفكرة الإغلاق وفكرة أن يبقى فيه عقوبات ويبقى فيه بلاكليست قيمة سودة للناس اللي بتخالف وزي ما قولنا السوشال ميديا أدوات الدولة نفسها هسق أكتر كل ما أدوات الدولة الحكومة بتعلم هسق أكتر لما الأسعار تنزل هسق أكتر لما يبقى فيه عقوبات واضحة للناس هسق أكتر لما يبقى فيه حاجات زي حماية المستهلك ومنع الاحتكار لانه في حاجة في الاسعار خطر جدا بيلاحظها احد محتك بالسوق واحنا ما بننزل نشوف انه يبقى فيه سلعة معينة فيه بقى عدد من التجار يجتمعوا ويحددوا سقف ما ينزلش عنه البيض على سبيل المثال العلف نزل مفروض الفراخ نزلت والبيض وكده العلف نزلت بشكل منسبة معتبرة وكان فيه اتفاق من غرف التجارية والبيض وكده انه ينزلوا بسعر معينة في المزرعة فيطلعوا الحال انه ده اما الناس سمعت ده او قراته بعد كده راحوا اكتشفوا انه ده مش دقيق انه الارقام مش دقيقة انه الارقام فيها زيادة ممكن يبقى فيه حيز 10 جنيه 15 جنيه لا احنا بنتكلم في حيز 30 و40 و50 و60 جنيه وبالتالي فهنا انا بفقد قدرتي على اني اثق فيه هزي المنظومة عشان كده المنظومة دي كل ما بتشتغل بقاليات زي ما انتو اشرتو فيه حاجة مهمة احنا بنقول الثقافة نعارضة السوشيال ميديا فيه ناس بقدر ما فيها حاجات ما لهاش لازمة كتير وممكن يبقى احنا بنحس انها كده لكن فيها ادوات مهمة فيه ناس كتير منتشرة اولا بتتيح فرصة انه يبقى فيه ليك الحكوبة ليها مندوبين على السوشيال ميديا الموثوق فيهم دول اللي بيبلغوا بالمناسبة بيعملوا منشا للدخلية بيعملوا منشا للتموين بيعملوا منشا للجهات هذه الجهات يبقى عندها مجموعة شباب قاعدين باجهزة لابتوب بيقدر يجمع ده ويبدأ يتحرك مباشرة هنا الجزء الخاص بالاسعار الجزء الخاص بالجودة كمان الحقيقة يجب الثقافة مش بس على المواطن والحكومة الثقافة على الناس على المنتج نفسه يعني انا بتكلم على الحقيقة انه احنا بنتكلم عاوزين نخفض اسعار حاجات زي الملابس الجهزة وزي الجلود باعتبار ان فيه صناعات منصرية هنا فيه اتفاقات غرف تجارية وغيره ليه ميبقاش في السعر معقول ما اتفاجئش ان هي اغلى من برة او المتصدر اغلى او كده والجودة والتقفيل الكويس وان انا يبقى عندها مش ربح معقول مش طول الوقت انا باشتكي فيكتمعوا مع بعض ويقولك لا ما تنزلش عن السقف ده عشان كذا ونكتشف في الاكازيونات وفي التخفضات نسبة التخفض تصل لستين وسبعين وثمانين في المائة هو حق اقريب ده معناها فيه مشكلة في ده دي برضو جزء من ثقافة الانتاج ان انا عاوز ادعم المنتج المصري وعاوز اقلل الاستراد من ملابس عندي قطن وعندي ملابس جهزة وكفائتها عالية وجودتها ممتازة الجلود يلماني انا كثقافة النهاردة فيه ناس اشتري المصري وصنع فيه مصري بفخر كل دي حاجات مش تيجي بس بالكلام هتيجي بقدرتنا على اننا بهذا المجتمع بيتحور مع بعض وبيسمع بعضه بشكل كبير ويقدر يحدد اليات ويحدد اجراءات اليات بمعنى اعرف السعر العدل ازاي اعرف ان ده سعر مناسب ازاي اعرف العروض اللي موجودة وفي نفس الوقت يبع عندي قدرة على تطبيق القانون بحسو وبمسواة وبقدرة بحيث انه ما يتضرش ما برضو انت اشرت النقطة مهمة اللي هو انا مش عايزه اللي يبلغ يتضر او يروح ينتقم منه وغيره لا ده بحسنه وبقانون واوفر له الحماية كمان اكيد الدولة سهمت بشكل مختلف كمان في ازمة الغلاء ان كان بيتم توفير سلعة مدعمة سواء بقى في العربات المتنقلة سواء المنافذ المختلفة الخاصة بالدولة سواء بالمبادرات المختلفة اللي كانت بتقوم بيها وزارة الزراعة وغيرها حتى في عز الغلاء كان فيه اسعار اقل بحس انها يحصل ضد اوتوماتيك كده للسوق الحقيقة يعني فيه وزارات زي الداخلية فيه الجهاز الخدمة الوطنية فيه كانوا بيقدموا الحقيقة لحوم فراخ اسماك باسعار معقولة لكن كمان الحقيقة ده كان بيقوم بدور مهمة وامبادرة كلنا واحد وامبادرة اهلا رمضان وامبادرة الاول السنة الدراسية الحقيقة الداخلية التموين غيره بيقدموا مبادرات مهمة جدا في الموضوع ده بالتأكيد بتفيد بالتوازن وده اللي انا بدأت به قلت الرئيس اما قال انه ممكن نوفر آليات احنا مش هننافس القطاع الخاص ولكن احنا ادينا فرصة القطاع الخاص وبنقول له اشتغل براحتك ونقول له حقق ارباح ووفر فرصها ما لكل شيء وبالمناسبة القطاع الخاص في كل حتة في العالم بس احنا ما بنسافر برا الحقيقة بلاي الموضوع ده مزبوط بشكل متوازن المجتمع مع الدولة مع الحكومة مع كل الاطراف مع حسم في الطبيق ليه احيانا بتثبت الاسعار فيه ازمة عالمية نقطة مهمة حركة قلتها فكرة الحسم في تطبيق القانون ومواجهة اي جشع بين التجار وتركوا من الثقة والاحتكار او غيره لازم بقى فيه ضبط للاسعار ان شاء الله الفترة المقبلة المواطن المصري يستشعر بالزبط في الاسعار تركوا من الثقة بقى هيحصل نشكر حركة شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا في صباح الخير يا مصر الكاتب الصحفي الستاذ اكرم القصاصة رئيس مجلس ادارة اليوم السابع نورتنا وشرفتنا في صحيح